حقيقة أهالي غزة تعبوا من هذه الحرم وارتفعت حصيلة ضحاياهم وفاقت الحقيقة 19 ألف وهذا عدد كبير وكبير جدا مجلس الأمن إذن يصوت اليوم على مشروع قرار يدعو إلى وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق مشروع القرار يطلب من الطرفين الفلسطيني والصهيوني عدم تعطيل وصول المساعدات طبعا هو مشروع القرار صاغته الإمارات لا أدري من وشوش في أذن الإمارات ووضعت هذه الصياغة لأنه لا يمكن أن تكون هذه الصياغة عربية للأمانة مع كل الاحترام والتقدير كيف يمكن طرح المعتدي والضحية على قدم المساواة بهذه الطريقة المخلة؟ لماذا تحاول المؤسسات الدولية التوازن المخل والفج يا أخي عندما يكون طرفان أحدهما معتدي والثاني معتد عليه في كل أسقاع العالم تجد المؤسسات الدولية مباشرة تدين الأمر كما أدانه تنظيم الدولة وأدانه قبل القاعدة وغيره من الأعمال هذه الإرهابية لكن عندما يأتي الأمر إلى هذا الكيان الإجرامي الإرهابي وهو أستاذ في الإرهاب يصبح الأمر يعني يعمل لك صياغ متوازنة جدا ومخففة جدا ليه؟ على راسة ريشيل محتل الصهيوني؟ ما هو محتل مجرم؟ ماذا نتوقع على كل حال من مجلس الأمن هذا اليوم في جلسته التي يفترض سيبحث فيها إيصال المساعدات وربما وقف إطلاق أنه ترجمة نانسي قنقر